اشتركوا في القناة تأكيد اهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث اكد الوفد الامريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين ادركا لما كانت ودور مصر الاقليمي وجهودها الدقوبة لتعزيز الامن والاستقرار والتنمية في المنطقة اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس والوفد الامريكي بشأن تطورات المشهد الاقليمي لاسيما في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية مشددا على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة ومؤكدا ان الاولوية الراهنة تتمثل في التوصل الى وقف اطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الاغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الانسانية التي يواجهها اهل القطاع اتساقا وتنفيذا للقرارات الاممية ذات الصلة كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من اراضيهم من جانبهم اشاد اعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والانساني مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد حيث شدد سيادته على ان السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الامن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الازمات والحروب على هذا الصعيد كما اكد السيد الرئيس اهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والامن الاقليميين والدوليين اشتركوا في القناة